السلام عليكم. حد كنت طلب نحل مسائل على وجود خرزة تنزلق على مستوى مائل زي السؤال دوت. رقم 1.80 عندك في كتاب المدرسة. بيقول لي خرزة شحنتها يبقى دية ثابتة في مكانها. يعني اللي موجود عندك على رسم هي ثابتة في مكانها وكانت شحنتها موجبة. على طرف سلك يصنع زاوية 51.3 يبقى زاوية دية 51.3 درجة. مع المستوى الاثقي وتنزلق خرزة تانية كتلتها. خرزة تانية اللي هي اللي كتلتها هنحولها الى يعني هندرف عشرة سالب ثلاثة. يعني دية هندرف عشرة سالب ثلاثة. وشحنتها ستة تسعة وسبعين. يبقى انا عندي ايش الخرزتين. شحنتهم موجبة. طبعا لازم يكونوا الخرزتين موجب. هذه شحنة موجبة. وهذه شحنة ايه موجبة. خلي بالك اني كيو وان ثابتة. كيو وان ثابتة. يعني هتأثر في كيو تو بقوة تنافر. تخلاتها تنافر. تحرك في هذا الاتجاه. تحت تأسير قوة اسمها اف اي او قوة الكهروستاتيكي. تمام. طب اللي بيخلي الخرزة هذي تنزلق الى اسفل. انا عايزك بقى تحفظ الحتة دي ما تنساش قالص. اللي بيخلي الخرزة تنزلق الى اسفل قوة اسمها اف جي. هي مركبة الوزنة الموازية للمستوى المائل. مركبة الوزنة الموازية للمستوى المائل لو انت عايز تفهم اكتر. خلي بالك ان انا عندي في الوزن بتاع الخرزة دي يؤسل الاسفل ده الاف جي. الاف جي ده هيتحلل لمستوين. على اساس ان المستوى المائل دوت محور اكس. والعمودي عليه محور واي. يبقى المستوى المائل اسمه محور اكس. والعمودي عليه محور واي. ده محور اكس. ودوت محور واي. النحية دي هتتحلل اف جي كوساين فيتا. والنحية دي هتتحلل اف جي ساين سيتا اللي بتخلي انخرزة تنزلق الاسفل. طب الخرزة دلوقتي بقت متزنة تحت تأثير قوتين قوة اسمها F I K Q Q على R تربيع وقوة اسمها F G Sin C كده خلاص المسألة بتاعتنا تحلت هو بيقول لي إيه؟ هذه الخرزة تنزلق دون احتكاك ما المسافة D التي تتوازن عندها قوة الجاذبية الأرضية المؤثرة في M2 مع القوة الكهروستاتيكية بين القرستين أهمل تفاعل الجاذبية يبا هو عايز مني ال D أو اللي هي ال R المسافة بين الشحنتين ال R المسافة بين الشحنتين أقول لك طالما حصل اتزان يعني معنى كده أن F G Sin C ستا ستساوي مين يا شباب؟ ستساوي F I اللي هي القوة الكهروستاتيكية ده يؤدي إلى أن M G Sin C كل اللي أنا عملته عوضت بال F G بدلها M G عشان الوزن F G بيساوي M G كواتلا في عجلة الجاذبية تساوي K في Q1 Q2 على R تربيع R اللي هي D اللي هي المسافة بين الشحنتين ده اللي هو مطلوب مني طب تعال نعمل إعادة ترتيب للمعادلة يعني هنعمل ضرب بتقاطعين يبقى أنا عندي R هتساوي جاذر التربيعي لكيف Q1 Q2 على M G ساين سيت يبقى أنت كده خلاص حلت المسألة الجاذر التربيعي للكلام ده يوجد لك قيمة R أو قيمة D اللي هي مطلوبة منك يعني تعويض مباشر مفيش أي حاجة خالص ترجع للقيم اللي فوق في المسألة الكيل هي 8.99 ضرب 10 أس 9 القيمتها 1.27 ضرب 10 أس سالب 6 عشان أحولها من ميكرو كولوم إلى كولوم كل هذا تقسيم الكتلة اللي هي كانت تلاتة بوينت سبعة وسبعين ضرب 10 أس سالب 3 عشان أحول من جرام لكيلو جرام ضرب الجي اللي هي تسعة بوينت واحد وتمانين مضروبة في ستاين واحد وخمسين وتلاتة من عشرة اللي هي هتساوي دي تساوي واحد وينت ستة أربعة متر راجعتني التعويض ويبقى انت كده مسألتك تحلت يا بطل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته